بسم الاول ابن الروح الكدس الان واحد امين تحالى علينا نعماته باركته من الان وكل اوان وانا دهر الدهور امين. اه هنكمل محاضراتنا اه في رحلات اه الاباء طبعا اه سحاء اه ويعاقوب والنهاردة هنتيدي كلامنا بلقاء يعاقوب مع عيسو. الحقيقة من اه بدأ ان يعقوب يرسل رسل الى ارض سعير او بلاد ادوم علشان ان هو يكون فيه فرصة ان هو يتقابل مع عيسو واحنا طبعا كنا عارفين سبب الخلاف اه ان يعقوب اخد البركة من ابيه طبعا بالخداع اللي احنا عارفينه وبعد كده تقريبا اه يعني انفصلوا عن بعض اه بسبب الظروف ان يعقوب راح عند خاله لبان وهكذا طبعا احنا عارفين القصة فهنا حبي يعقوب بقى ان هو يعني يرضي اخوه برضو وان هو يطلب منه ان هو يسامحه مع العلم ان من الاول خالص اه عيسو هو اللي باع بكريته بقراته بدون حد يخصب عليه فما كان مفروض يعني الامور ما تماشيش كده لكن طبعا هي فكرة الخداع دي هي اللي ما كانتش اه حلوة وطبعا دي اه يعني قد تكون طبعا من نتاج الضعفات البشرية اه الرسل بقى اللي بعتهم يعقوب رجعوا ليعقوب مرة تانية وقالوله ان عيسو هو اللي هيجي قبلك ومعاه ربعمائة راجل زي ما ذكر في سفر التكوين اه الصحاح اتنين وثلاثين الاية ستة وطبعا اه دا كان برضو يعقوب كان خايف مش عارف ايه اللي هيحصل يا ترى هو فعلا هيسمحني ولا هو جاي عشان ينتقم مني اه كان خايف فيعقوب بقى اخد امرأته وجريته واولاده الحداشر وعبر مخاضة اللي هي مخاضة يا بوك واحنا كلمة مخاضة درسناها في الفرقة الاولى وقلنا هي المكان الذي يمكن اجتيازه في النهر سيرا على الاقدام وبعد كده راح الى الوادي وسابهم هناك وبقى هو اه لوحده طبعا زي ما قلنا خوفا عليهم يبوك معناها المتضفق وهو نهر اه يعرف الان بنهر اسمه نهر الزركة وينبع ده من اه قرية اه او من قرب عمان اللي هي ربة اه عمان اه بيمشي النهر ده نحية اه شرق ثم وبعد كده شمال بيمر بمدينة الزركة زي ما قلنا هو اسمه الوقتي نهر الزركة بعد كده يمشي في الغرب وبيصب في نهر اه الاردن طبعا احنا عارفينه وان شاء الله طبعا في المذكرة هيكون في الخريطة. اه على بعد حوالي تراتة وعشرين ميل من شمال البحر الميت. اه المخاضة دي اه احنا عندنا طبعا كلمة معروفة هي كلمة الفيضان. الفيضان اللي هي زيادة اه ارتفاع منصوب اه المياه. في حاجة ما تانية التحريك. التحريك بقى هو عكس الفيضان ان المية بتقل لدرجة ان هي بتتحول بيتحول النهر الى مخاضة يمكن ان ياخدها الانسان سيرا على الاجدام زي ما احنا قلنا. كمان في الفترة ديت اه احنا عارفين ان يعقوب خد بركة من ربنا وتصارع معاه. بقى اسمه بدل يعقوب بقى اسمه اسرائيل. اه زي ما احنا عارفين طبعا القصة ان يعقوب بات في مخيم كده في شرق الاردن. اه على الضفة اليسرى لنهر يابوك. وصارعه انسان حتى طلوع الفجر واحنا عارفين الانسان ده زي ما درسنا في العهد القديم اللي هو اه طبعا احدى ظهورات السيد المسيح له المجد في العهد القديم في تكوين اتنين وتلاتين اه اربعة وعشرين. وهنا يعقوب طبعا لما شعر بالبرقة دي اه مسك في ربنا وتصارع معاه وقال له مش هسيبك او لن اطلقك حتى اه تباركني. فربنا باركه وقال له اه 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 اسمك اسرائيل. يعني يدعى اسمك اسرائيل لانك جهدت مع الله والناس. عشان كده يعقوب سمى المكان فنويل. فنويل ده اسم عبري معناه وجه الله. وفي ربنا قدة الاسم. طبعا هنا مش مجرد اسم. لان احنا عارفين ان في العهد القديم. اه طبعا كل حاجة اه او كل اسم كان ليه معنى. يعني مسلا كلمة يعقوب معناها ان هو تعقب اخيه. وعيسه يعني اه ادوم او اه اه وادم اللي يجي من ادم اللي هو الاحمر او يعني كل اسم واسحاء ابن الضحك وهجزة. فطبعا مش فكرة ان هو اسرائيل دي مسلا مجرد اسم لكن بالعكس طبعا دي اه نوع من البرقة قد تبدو في الاسم. قد تبدو في الاسم. زي ما مسلا في حد يسمي اه ابنه على اسم اه قديس عشان ياخد بركته ويكون شفيعه او في رسامة الاباء الكهنة بياخدوا اسماء قدسين برضو عشان يكون اه يعني ليهم بركة من خلال الاسم ده. وفعلا اتقابل يعني بعد كده اه يعقوب وعيسه كان واتلطفه مع بعض وكانت يعني الامور نشكر ربنا اه قويسة عكس ما كان يعقوب اه متوقع انه ممكن يكون فيه نوع من انواع الانتقام. بعد المقابلة دي. اه عيسه بقى رجع مرة تانية الى سعير لكن يعقوب راح الى مكان اسمه سكوت. واسم سكوت ده اسم عبري معناه مظلات. وعلى بعد ميل واحد بس الى الشمال من نهر يبوك. وعلى بعد تلات اميال اه شرق نهر الاردن. اول مرة يسكر الاسم ده اسم سكوت في الكتاب المقدس لما جيء اليها يعقوب. وبدأ ان هو يبني نفسه اه مكان وبدأ وبنى كمان مظلات للمواشي. فعشان كده سمى المكان مظلات يعني اه او سموها سكوت اللي هي معناها اه مظلات. بعد كده السكوت دي كانت من نصيب صبت جاد في ايام بقى يا شوع لما وزع الارض. اه زكرت ايضا في صفر القضاء وزكرت ايضا في صفر المزامير. اه يعقوب بقى اه في شاكيم يذكر صفر التكوين. الاسحاح تلاتة وتلاتين الاية تمنتاشر. ان يعقوب رجع يعني بسلام الى اه شاكيم. واحنا عرفنا ان شاكيم دي اول مكان اه يعني راح لي ابونا ابراهيم وبنى هناك اه مسبح. وهناك اشترى الارض اللي هي اه اول مكان برضو يشتريه او يكون ملكة ليه في ارض كنعان. بعد كده يعقوب بقى راح في بيت قيل. اه بعد طبعا المقساء اللي حصلت اه في قصة دينا مع شاكيم ابن حمور. الحوي. جي ونهبوا المدينة كلها. وكل اللي فيها. وده طبعا اغضب اه يعقوب اباهم. لان مش دي الطريقة طبعا اللي احنا اه ناخد بها حقنا. وبرضو ما كانش فيها استرشاد بربنا ولا ربنا ادى فيها رأي. فربنا قال لي يعقوب قم اسعد الى بيت قيل واقم هناك. واصنع مسبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. وهنا طبعا بيأكد ان الظهرات دي هي ظهور لربنا واحنا عارفين ان الظهور طبعا كان بيكون لاقنوم الابن. لان الله لم يره احد قط الله الاب. ولم تكن اه بيت قيل طبعا اه معروفة بالاسم ده في الوقت ده ان كان اسمها لوز لكن يعقوب بعد رؤيته اه لربنا زي ما ذكر فيه تكوين تمانية وعشرين سماها اه بيت قيل معناها بيت الله. بيت قيل اي بيت الله. ودي يعني مكانها في شرق اه خط بيمتد كده من ارشاليم الى نابلوس في نص المسافة بينهم اه تقريبا. وكانت اه بيت قيل محل اه يعني لاقامة الملوك الكنعانيين. وطبعا احنا يمكن درسنا برضو السنة اللي فاتت اه الشعوب اه الشعوب الموجودة في العهد القديم وعرفنا لان كان عنيين وكان عنيين طبعا اه من اقدم الشعوب اللي موجودة اه وذكرها طبعا الكتاب المقدس اكتر من مرة. بنا يا عقوب بقى مسبح وده على المكان زي ما قلنا بيت قيل اي بيت الله لان ربنا زهر له هناك لما هرب من وجهه اخوه. وهناك ماتت اه دبورة اللي كانت مرضعة لرفقة وتم دفنها اه تحت البلوطة في اه بيت قيل ودعوا الاسم اه اسم المكان لون باكوت اه اي بلوطة البكاء. اه هناك يا عقوب كمان عمل نصب عمود من حجر وصب عليه زيت ودع اسم المكان اللي فيه او اللي تتكلم مع ربنا اه بيت قيل وكان العمود ده هو اللي كان الشاهد ما بين اه يعني او شاهد على الحادثة دي او الواقعة دي اللي هي كلام الله او ظهور الله اللي هي عقوب. اه بعد كده اه بدأ ان هو يتجه الى بيت لحم وكان في طريقه اه في افراطة ولدت ولد رحيل ولدت رحيل ابنها اه بن يمين. وطبعا كانت ولادة صعبة تعسرت في ولدتها وللأسف ماتت واتدفنت في الطريق في افراطة اه في اه بيت لحم وفي المذكرة هنلاقي اه فيه صورة للقبر بتاع رحيل اه وبرده يعقوب نصب عمود اه على القبر بتاعها ان هو معروف طبعا بعمود اه قبر رحيل زي ما ذكر في سفر التكوين ساحة خمسة وتلاتين الاي عشرين. فواضح ان العمود ده كان بالنسبة ليعقوب برضو كصورة تسكار او اه صورة عهد. يمكن اه برضو دلوقتي اه بيتعامل حاجات قريبة من الحاجات دي. لا بيفتتاح حاجة مهمة بيعمله حاجة اسم النص التسكاري او حاجة زي كده. اه بيت لحم بقى معناها بيت لحم معناها بيت الخبز. وبيتقالها برضو افراطة. اه بيت لحم طبعا اه لحد الوقت الاسم ده اه معروف وبتقى على اه بتقى في الجنوب الغربي اه من ارشاليم على بعد حوالي اه خمسة اميال اه اه منها على ارتفاع حوالي الفين وتلتمية وخمسين قدم فوق اه سطح البحر. وموجودة بالقرب من طريق الرئيسي المؤدي الى مدينة حبرون واحنا طبعا شرحناها اه حبرون دي قبل كده وتكلمنا عنها. سكنت بقى هناك في بيت لحم رعوس المقابية وطبعا عارفين طبعا قصتها. اللي جي من ناس لها داود وجي من ناس لها طبعا السيد المسيح. اه في بيت لحم مع بعز اللي هو كان اه جزهة التاني اه وكلمة بوعز معناها ابو العز. اه كان داود نفسه هو اه ابن الرجل الافراطي من بيت لحم يهوزة اللي اسمه يسا يسا اه حتى بسموه يسا البيت لحمي. اه اه وداود دا ازاي ما قلنا هو اه يعني اه اللي جي من ناس له المسيح حتى كمان اه دعية المسيح ابن داود. حتى الناس بتسأل اش معنى داود يعني دعية المسيح باسمه ان هو ابن ليه ابن داود المسيح ابن داود. الحقيقة لان داود في منتصف المسافة ما بين في بالنسبة لسلسلة الانساب ما بين اه ابونا ابراهيم والسيد المسيح له المجد. دا في منتصف المسافة بالزبط. فطبعا ما كان واضح ان بيت لحم رغم ان هي مسلا اه قرية صغيرة لكن اه كان لها اهمية اه كبيرة. اه زي ما اركد ميخا النبي وتنبأ عنها في الاسحاح الخامس الاية التانية. اما انت يا بيت لحم افراطة وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوزة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل. اه في العصر اللي طبعا حتى المسيحي والعصر الحديث. اه طبعا اه ليها مكانة كبيرة جدا. اه وطبعا بيلجأ ليها السياح من كل مكان لاخذ بركة مكان ميلاد السيد المسيح له المجد. اه طبعا حتى الان اللي بيروح يقدس. اه لازم طبعا هو ياخد بركة المكان ده. اه وتقام فيها طبعا كنيسة اه على طراز اه روماني اه في ايام الملك كوستانتين. اه اسحاء بقى يسلم روحه. اه بعد كده رحل اسرائيل من بيت لحم. اه الى يعني ما هو وراء مجدل. اه لما كان ونصب الخيمة بتاعته هناك. مجدل دي معناها قطيع. اه المكان ده اه يعني ما بين بيت لحم والخليل. اللي هي مدينة ابراهيم. بعد كده يعقوب رجع الى اسحاء ابيه الى مامرة. اللي هي قرية اربع اللي هي اه حبرون وزي ما قلنا اتكلمنا عنها قبل كدر. كانت ايام اه ابونا اسحاء مية وتمانين سنة. سلم اسحاء روحه ومات. اه وانضم الى طبعا اه قومه. اه زي ما يقول الكتاب كده شيخا وشبعان ايام. وآآ قام بدفنه عيسو ويعقوب ابناه. آآ ودي مرضو مرة تانية يتقابل فيها آآ الاخوين عيسو ويعقوب في سلام يعني بدون ما يحصل بينهم مشاكل. زي ما ذكر في سفر التكوين الاسحاح خمسة وتلاتين. ودي كانت رحلة آآ يعني الاباء ان شاء الله المرة الجاية آآ نكمل آآ ونشوف آآ يعني البقية المنهج بازن ربنا. واللي عنده اي سؤال ياريت بعته هنا. ان شاء الله المذكرة انا عارف هتكون معاكم قريب. وهيكون فيها الخرايط وكل الامور اللي ان احنا ممكن نحتاجها. والإله ان كل مجد وكرم الابد. امين.